يعني عندما يكون مثل هذا الذي لم يرحم الأطفال والنساء والمدنيين الذي قصف المستشفيات والمدارس والمحاضر الدعوية وكتاتيب القرآن الكريم الذي استعان بالفغنر وبكلاب المدخلة الذي مزق ليبيا بعد ثورتها وشتتها عندما يكون هذا هو وزير الدفاع في البلاد في بلاد لم تتعلم ألف باء ما يسمى بالعلاقات المدنية العسكرية وإنما ستظل قرنا من الزمان لا تستطيع أن تعرف كيف توفق بين علاقات المدنية العسكرية مثل هذا سيكون هو الحاكم الفعلي للبلاد ومثل هذا يعني سيسخر الجنود والعتاد ومن بعده ولده سيسخر الجنود والعتاد وسيشهر سلاحه في نحر من؟ في نحر أعداء ليبيا أم في نحر الشعب الليبي؟ على الذين على الذين يفكرون ويسعون في مست هذا الذي يسمونه صلحا عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الشعب وفي هذه الأمة وفي هذا الدين عليهم أن يبصروا فإن لم يكن لديهم بصر ولا تقوى فليتنحوا فإنه يسعهم القعود في بيوتهم يسعهم القعود في بيوتهم لكن لا يسعهم أن يسعوا هذا السعي الدنيء الذي يسلم الأمة إلى هلاكها ترجمة نانسي قنقر